يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى البوابة العالمية الذي يتنظمه مفوضية للتحد الأوروبي على مدار يومي 25 و 26 من أكتوبر الجاري ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة بالتحول للطاقة الخضراء والهايدروجين الأخضر الذي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات